حبائي كمان في قوة الشفاء عن طريق النعمة النعمة هي عطية الله والأمور مرات بتصير مش بحسب تفكيرنا الله بشكل في إيماننا الله بيدربنا والله عاوز حياتنا حتى لو دخلنا امتحان شديد الله عاوز يسقلنا ونكون لامعين مثل الدهب بولوس الرسول بيتكلم عن اختبار جميل جدا حصل معه انه كان في السماء الثالثة يعني عند محضر الآب وهناك شاف أمور وما كانش مدرك انه كان بالجسد او مش بالجسد قال الله اعلم فهو عم بيتكلم لانه كان في عليه هجوم من ناحية رسوليته فعم بدافع عن رسوليته بقول بالأولى انا اللي شفت مناظر الرب وشفت هالإعلانات العظيمة انا كنت في السماء على طول بيحكي جملة شوي غريبة لشخص كان موجود في السماء بقول لألا ارتفع بفرط الاعلانات اعطيته شوكة في الجسد من أجل هذا تضرعت إلى الله وخليني اقرأها بحسب السياق ولألا ارتفع بفرط الاعلانات اعطيته شوكة في الجسد ملاك الشيطان ليلطمني لألا ارتفع من جهة هذا تضرعته إلى الرب ثلاث مرات ان يفارقني فقال لي تكفيك نعمتي لان قوتي في الضعف تكمل فبكل سرور افتخر بالحري في ضعفاتي لكي تحل علي قوة المسيح لذلك اصر بالضعفات الكلمة الفيرمتز اللي بتعبر عن المرض والشتائم والضرورات والاضطهادات والضيقات لأجل المسيح لاني حينما انا ضعيف فحينئذ انا قوي فالرب يقول له تكفيك نعمتي لان قوتي في الضعف تكمل في نعمي خاصة الله بيعطيها لبعض المرضى في ناس ما بتتحمل في ناس مثل الاطفال وليه 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 سمحتوا بانه بيتقلموا كده احنا نشكر رب على كل اشي بس في بعض الناس على ما يبدو انه الله بعطيها نعمة خاصة وهي النعمة على التحمل هل الله بيستجيب الطلب؟ ايوه طبعا ما فيش ولا مرة انه الله برفض الطلب ما فيش اي قاية بتقول انه الله ما بيسمع الصلاة الله بيسمع وبيستجيب لكن مرات يعني شو بدي احكي لك مرات الله بيستجيب يمكن مش بحسب توقعاتي انا متوقع مثلا شيء معين الله بيستجيب بس بيعطيها بدخلني في اختبار من نوع اخر لكن في النتيجة انه الله اذا سمح انا افوت في النار عشان بدي يتمجد في اعلان جديد وانا عاوز اقول لكل المرضى اليوم الله يمكن بديش اقول سمح في المرض يمكن فيه ظروف انه الله سمح فيها لكن اتأكد انه الله رح يتمجد في حياتك من خلال اعلان جديد قوة جديدة فرصة جديدة اتوقع البركة وانا اقول هذه الكلمات فيه شخص مرض في الكتاب المقدس اللي هو الملك حزقية وحط راسه في الحيط وابتدى يبكي والرب بعت له النبي الشعياء وطمنه قال له رح تتشفى من المرض والرب رح يزيد عليك خمسة عشر سنة هاي الآية انا عاوز اذكرها لبعض الناس المرضى في السرطان مكتوب قد سمعت صلاتك قد رأيت دموعك ها انا ذا اشفيك وازيد على ايامك اوعك تخاف الخوف هو اللي بيسبب وبيزيد المرض اوعك تقلق هو اللي بيسبب لك احباطك ابي ايوه فيها صدمة اكيد فيها صدمة وفيها يمكن في البداية انك تبتنكر انه عم بيصير هذا الشيء معاك لكن عاوز اقول في كل الآيات ظهره ويخدها لعنده في المحضر السماء لكن حبائي خلينا نتواضع امام الله فاذا تواضع شعبي الذين الدعي اسم عليهم وصلوا وطلبوا وجهي وراجعوا عن طرقهم الردية فاني اسمعوا من السماء واغفر خطيتهم وابرأ أرضهم ان اعظم شفاء هو الشفاء الروحي من وباء الخطية جاء المسيح وعالج الخطية بالصليب كل ما عليك تقول له يا رب ارحمني غسلني بدمك انا بقبلك تكون ربي ومخلصي وسيدة اذا عندك اختبار شفاء ابعته على الفيسبو وذا في طلبة صلاة ابعت لنا منحب نسمع منك